اهلا وسهلا فيكم من جديد رح نكون مع رشا صليب أخصائية الأمومة وعلم النفس رح نحكي عن التبول اللا إرادي لدى الأطفال أهلا وسهلا رشا أهلا وسهلا خير صباح النور تمام أهلا وسهلا التبول اللا إرادي بجوز كتير عائلات بتعاني منه في بعض الأشخاص بيأخذوه بشكل كتير جدي وبيخافوا بارتعبوا وفيه أشخاص ما بحسوا أنه هو أصلا مشكلة مهمة بحسوا أنه خلاص هو إشي بيصير مع الأطفال وبتخلصوا منه لحالهم ففعلا هو وين بين الجدية وعدم الجدية هلا إحنا بنحكي أول شي نعطي تعريف للتبول اللا إرادي عشان نقدر نجاوب على هذا السؤال هو عدم قدرة الطفل على التحكم على البول بعمر خمسة سنين وما فوق وبيسبب عنده قلق وانزعاج وإطراب وبيكون هيك متدايق من نفسه وخجل برضو ممكن يعيق حياته اليومية ما يقدر يروح مثلا ينام برى البيت أو رحلات مدرسية أو يروح عند الآخرين وخاصة إذا كان تبول ليلي نهاري بإخلال النهار وبرضو منشوف أنه ما في أي أسباب عضوية لهذه الحالة هلا كتير ضروري أنه إذا الطفل فوق الخمسة سنين وعن بصير عنده تبول لا إرادي ما نهمل الموضوع يعني ما نحكي أنه خلاص مع الوقت لحاله رح يروح بدون أي تدخل هلا ضروري نعرف الأسباب هلا إذا كان الطفل تحت الأربع سنين بتكون لسه مثانته ما قدرت تتحكم بالبول فمنعتي مجال أكتر بس بهاي الفترة بين الأربع سنين وخمسة سنين نكون عم نشتغل على الطفل نغير سلوكيات معينة نعم هلأ يعني معناته تحت الخمسة سنين ما في خوف بالضب المفروض حتى لو كان تكراره عالي حتى لو كل يوم حتى لو كان كل يوم هو لسه المثاني بعمر الأربع سنين تصير زي مثانة الناس الكبار نعم فبين الأربع سنين والخمسة سنين مش نهمل الموضوع يعني نبلش نلجأ لأخصائي أو طبيب نشوف إيش المشكلة عشان نقدر نعالجها بس تحت الأربع سنين عادة إحنا ما منعطي التشخيص وعادة لا يكون التشخيص النفسي موجود لازم يكون التبويل اللا إرادي مرتين بالأسبوع على الأقل لمدة ثلاث أشهر متتالية نعم هاي هي الشدة والتكرار اللي نحن لازم أنه ننتبه عليها طيب إيش السلوكيات رشا يعني شو لازم نعمل مع الطفل بداية من عمر أربع سنين سواء هو عنده يعني تكرار عالي في التبويل اللا إرادي أو لا هلأ أول إشي لازم نعرف إذا الطفل مثلا عنده قلق عشان عادة الطفل اللي بعاني من التبويل اللا إرادي بيكون عنده نسبة صراع نفسي وقلق عالية ممكن يكون عنده مخاوف من الليل من الظلام من الحيوانات من الحرمية فعم بتعبر أو عم بترجم هذا القلق من خلال التبويل اللا إرادي مرات منشوف فيه مشاكل أو خلافات مع أفراد من أفراد العائلة مثل الأم أو الأب أو الأخوة فهو عم بيعبر بهذه الطريقة أو بيكون فيه تفكك أسري أو خلافات أسرية انفصال أو تهديد بالطلاق الطفل بيكون عم بتدخل بمشاكل الأم والأب عم بيسمعهم فالشعور بالأمان بيكون عنده منعدم أو بتزهزه ثقته بنفسه بيبطل يحس أنه هو مثلا عارف إيش رح يكون مستقبله فعم تطلع هاي القلق من خلال طرق باللاوعي من الليل ممكن إحنا حكينا بواحدة من حلقاتنا السابقة أنه هي عارض من أعراض التحرش الجنسي ولكن مش لحالها بتيجي عادة نتيجي مع أشياء تانية مثل تدني في العلامات اضطرابات بالأكل الوزن بنقص هلأ برضو بنا نشوف أنه الطفل إيش عم بعمل قبل ما ينام ضروري ناخده على الحمام نتأكد أنه يفضي مثانته تماماً قبل ما يفوت على التخت نبتعد عن شرب السوائل وخاصة السوائل المضرة للبول مثل القهوة العصير القهوة والشاي والشوكولاتة برضو كثير من الأحيان نشوف واحدة من الأسباب هو أن الطفل بينام نوم عميق أنه عم يفوت بمراحل النوم المعتادة فما عم بيقدر يصحى على حاله خلال الليل فواحدة من العلاج اللي كثير فعال بالنسبة لهم هو جهاز إلكتروني زي إنذار بتكون شقفة بتنحط يا أما بالسروال طبع الطفل يا أما على التخت بس يكون في أي تبلل بتطلع جرس أو زي تنبيه للطفل بتفيقوا وبتنبهوا أنه يروح على الحمام وفيه أجهزة إلكترونية حديثة في منها برضو أنه بتعمل حركات بتروج تحت المخدة عشان تصحي الطفل عشان فيه أطفال ما عم يبسحوا على الجرس نعم نعم كيفية تعامل الأهل مع التبول الإرادية يعني تاني يوم المفروض أنهم يوقعوا الطفل يحكوا معه عن الموضوع وكيف الطريقة اللي يحكوا فيها وهل لازم يكونوا شديدين أنه لا أنت عملتها حالك ممنوع أنت ما مصير صغير ولا يكون عادي ولا كأنه إشي صار بساعده أحسن سؤال كثير مهم هلأ الأهل كثير ضروري بس يصير أو يكتشفوا هذه الحالة ما يصير فيه دراما ما يصير فيه صراخ ضرب أو تهديد إنه والله عشان أنت مبارح بولت على نفسك أنا وما رح أعطيك اليوم لعبتك أو ما رح أبعدتك عند أصدقائك برضو ما يصير فيه توبيخ أو إزلال الولد قدام الآخرين عشان هذا الأشي أصلا هو يعني اسمه تبور لا إرادي الطفل مو قادر يتحكم بحاله أصلا هو عم بيعاني من تساؤلات إيش عم بيصير معاي ليش هيك أنا عم بيصير معاي ومش غيري الأطفال التانين ما عم بيعانوا من هاي المشكلة إيش ما الجسمي فأصلا الولد هو عم بيعاني من الإحراج فكتير ضروري نكون إحنا هاديين ما نحاول نهدد الطفل أو نقل من قيمته بذاته نحكي معاه بطريقة طبيعية إنه أنا عارفة إيش هاي المشكلة إحنا رح نعالجها رح نروح مثلا نعرف شو سببها أنا رح أكون معاك رح أوقف معاك لنحلها وهذا إشي وبمره ما رح يضلوا معاك للأبد برضو كتير ضروري إنه الإمة تكون كتير شديدة بالقوانين علشان واحدة من الأسباب النفسية اللي بتأدي للتبول اللا إرادي من خلال الدراسات هي الإمة اللي بتكون صارمة الإمة اللي بتكون بتحط قوانين قواعد مشمرينة كل شي عندها هيك يعني تف مع أطفالها ممكن برضو كتير من الإمهات بنطفوا أولادهم بعمر بكير يعني إحنا ما مننصح أبداً الإمة تنظف طفلها قبل العمر سنة ونص لسنتين أو بس يكون هو لحاله جاهز عشان بيصير عنده رد فعل عكسية وخاصة إذا استخدمت الضرب أو التوبيق يعني الضرب أو الأسلوب العنف الشديد مع الطفل خلال عملية التنظيف نعم طيب رشا ممكن يكون في أسباب عضوية مش بس نفسية طبعاً أكيد يعني على إيش لازم نشيك بزدر رحب الدكتور عن شو نسأل السؤال كتير مهم نعم هلأ إحنا قبل أن نشخص أي شي نفسي الأخصائي النفسي لازم دائماً يبعت على طبيب عام أو بهاي الحالة طبيب مسالك بولية ممكن يكون مثلاً التهابات بالبول ممكن يكون لا سمح الله في عنده سكري ممكن المثاني نفسها تكون حجمها صغير فما عم تقدر تحبس البول ممكن الطفل أصلاً عم بفرز كميات كبيرة من البول برضو منشوف اضطرابات بالهرمونات اللي بتخفف نسبة السوائل خلال الليل خلال فترة الليل نعم منشوف برضو أنه الطفل بيكون عنده امساك مرات بيؤدي إلى التبول اللا إرادي أو إذا زي ما حكينا نومه كتير عميق أو إذا بيصير عنده سليب أبنيا اللي هو اختناء خلال النوم وفي بعض الحالات طبعاً ممكن إذا الشخص عنده متلازمة داون سندروم برضو هاي الأشياء بتأثر بدنا نشوف أنه ما في أي سبب عضوي لهاي المشاكل قبل ما نلجأ للعلاج النفسي نعم لأي عمر ممكن يستمر التبول لإرادي عند الذكور وعند الإناث إذا استمر بدون اهتمام بدون علاج لأيش ممكن يؤدي حالة متواجدة عند الذكور أكثر من عند الإناث بنسبة تنين إلى واحد برضو منشوف أنه كل ما كبر الطفل كل ما قلت نسبته فمثلاً بعمر الأربع سنين بتكون متواجدة بنسبة 25 بالمية بعمر السبع سنين متواجدة بنسبة 15 بالمية عشر سنين عشر بالمية 12 سنين بنسبة 4 على 5 بالمية وعلى 18 سنين بنسبة 1 إلى 2 بالمية نعم إذا ما علجنا الموضوع هاي المشكلة رح تضلها معاه على المدى البعيد نعم فالتأثير النفسي هو أنه الطفل ممكن يصير يعاند ممكن يصير يدايق غيره كإسقاط يعني مشاعره على الآخرين إذا الواحدة مثلاً صابها أو الرجل صاب معاها المشكلة على سن كبير ممكن يؤدي إلى الطلاق عشان هاي واحدة من الأسباب الرئيسية اللي ممكن تلين يطلقوا من وراها غير أنه الطفل ممكن يصير عدواني ممكن يخجل من نفسه ينعزل عن الآخرين ما يحب يشترك بنشاطات مدرسية يظلوا خجلان من نفسه وكثير من الأهالي ما بيحكوا عن هذا الموضوع فضروري إحنا نعالجه بعمر صغير وما نهمل الموضوع عشان مرات فيه أسباب عدوية لازم نعالجها ومرات فيه أسباب نفسية لازم نتطرق إليها نعم طب نحكي عن شوية عن العلاجات هل فيه علاجات في الأدوية يعني هل العلاجات كلها نفسية لما نحن نكتشف أنه فعلاً سبب نفسي ولا ممكن يكون فيه علاجات عضوية يعني فيه أدوية معينة لا طبعاً أكيد فيه أدوية معينة فيه أدوية نفسية كمان ممكن يعطيها الدكتور للطبيب النفسي وفيه أدوية ممكن يعطيها الدكتور للمسالك البولية وحسب الحالة يعني إذا التهابات ويعطيه مضادات حيوية إذا مثلاً كان مشاكل بالهرمونات ممكن يعدل نسبة الهرمونات فأكيد فيه أدوية بس الأدوية فيه دراسات بيانت أنه حسب الحالة العلاج السلوكي برضو كتير له فعالية عالية وخاصة هي هاي الجهاز الإلكتروني وفيه أهل كمان مننصحهم يعملوا جزنامة كل يكافؤوا الطفل كل مرة مثلا بعد يومين أو ثلاثة ليالي وراء بعد ما بول على نفسه خلال الليل وياخد جائزة فمن خلال التحفيز بصير الطفل يتشجع وما نقاصسه أو نحرمه من إشياء معينة إذا فشل أو ما قدر نعم يعني ممكن فعلا رشا أنه الموضوع سير إرادي إذا كان التحكم النفس فيه إيجابي يعني إذا أنت مثل ما عم تحكي إذا عم نعطي جوائز للطفل بصير هو معقول بشكل لاوعي يسيطر على حاله مع أنه هو تبول لا إرادي ممكن بس هي أكتر إشي فعال هو هاي الآلية اللي بتنحط على تخت الطفل بتصحيب الليل عشان بتزيد نسبة أنه الطفل يربط ما بين المثاني تكون مليانة وأنه لازم يصحى ويروح على الحمام. الآن كثير من الأهل بعملوا أنه بيفيقوا طفلهم كل ساعتين أو كل ثلاث ساعات خلال النوم وهاي المشكلة فيها أنه بتحط مسئولية التبول اللا إرادي أو التحكم فيه على الأهل بدل ما تكون على الطفل فهي فعالة بس مش كثير بتعالج الموضوع على المدى البعيد وما بتساعد الطفل يربط ما بين شعور المثاني ملياني ولازم يروح للحمام ومننصح الأهل دائما بس يشوفوا الطفل خلال النهار زحمان أو عنده أي أعراض أنه لازم يروح للحمام ما يحبس البول ضروري يروح للحمام وما يستنى على نفسه نعم شيء كثير مهم كمان نحكي فيه هو أنه الأهل يكونوا صابورين بهذه الحالة ما يدايقوا الطفل ما يقارنوا بإخوانه يقولوا له مثلا هي أخوك أو أختك اللي أصغر منك عمرها أربع سنين قدرت تتحكم بنفسه وانت ليش مش قادر وما يفكروا أن الطفل عم بعمل هذه الأشي عن أصد هو مش بييده وما طفل بحب فيه إلاء حاله عامل على حاله وكثير من الأهالي يستخدمون الحفاظة يعني أنه عشان يريحوا حالهم أو يفكروا أنه خلص مع الوقت رح تروح هذه المشكلة يحطون له البامبرز بالليل بس هذا الأشي ما بحل المشكلة وبيزيدها عشان بيقلل من التحفيز للطفل أنه يعالج هذه المشكلة ببطل حاسس بأهميتها وزائك أنه بعطي للطفل إيحاء أنه الأهل متوقعينه يعمل على حاله يعمل على حاله وغيرنا حلق لها فما عم بحفزوا أنه لا هذا الأشي نحن متوقعينه منناك ويجب أن نتخلص منه حلو حلو هلأ قديش مهم أنه إشراك الطفل في المسئولية بجزء هو هذا هو السر أنه نخلي هذا الموضوع مسئوليته على الطفل نفسه يحس أنه هو صاحب قرار في هذا الأشي ولكن بطريقة إيجابية مش تلبية إشي كتير مهم أنه الطفل يعني طالما كان بفهم فوق الخمس سنين نشركه بالمسئولية نحكي معه بطريقة هذه بدون ما نهدده أو نكون متضايقين من النمارات يبين علينا أنه إحنا ديس أبوينتد أو خابضنا أو زعلنا منه فالصبح مثلا بس يشوفوا أنه الفرشة تبللت الطفل يساعد الأم يغير الشراشف يغير الأواعي تعونه يعني يحس هو بالمسئولية أنه مش يعني آه أوكي يلا خلص أنا ما في نتائج لهذه بس مش بطريقة تهديد أو بطريقة توبيخ أو صراخ أو ضرب أو ذل يعني نكون كتير حساسين معه وما نحكي بالموضوع لناس خارج العيلة يعني يظل الموضوع داخل العيلة ما نحكي للجد والعم والست وهذا أنه إحزروا في النعيش عم بيعمل بالضبط عشان كتير في أهالي بفكروا أنه لو أني بحرجوا بهذه الطريقة خلص رح يوقف بس هو الإشي مش بإيده وهو عم بعاني أصلا عم بعبر عن عناء أو عن قلقه من خلال هذا الإشي في غيره من خلال المدرسة من خلال الاكتئاب بس إحنا عم نحكي هون عن التبول اللا إرادي نعم ذكرتي في نص الحديث راشا أنه ممكن يكون دليل على التحرش الجنسي هل هذا الحكي إذن إحنا فجأة ظهر تبول لا إرادي مثلاً ولد عمره خمس ست سنين سبع ستين ما عنده مشاكل نهائياً فجأة صار عنده تبول لا إرادي بيكون مؤشر مباشر أنه فيه إشي عم بيصير معه آه أكيد الآن هو نوعين التبول اللا إرادي فيه التبول اللا إرادي الأولي اللي هو أنه الطفل بعمره ما ينضف يعني من عمر الصغر لهو صار كبير خمس سنين ست ست سنين عمره ما قام الحفاظة الآن هذا النوع شائع أكتر من التبول الإرادي الثانوي الثانوي أنه بيكون الطفل نضف لمدة ست أشهر أو أكتر وفجأة رجع له هاي الأعراض فعادة هون بيكون فيه إشي نفسي عم بيصير معه نشوف العوامل النفسية أكتر متواجدة في التبول اللا إرادي الثانوي فزي ما أنت حكيت ممكن يكون الطفل تعرض لتحرش جنسي أو ممكن يكون مثلا فقد حدا بيحبه أو انتقل لمدرسة جديدة أو لبلد جديد وصار عنده مثلا تنمر في المدرسة في واحد خايف منه أو شخصية معينة خايف منها أو كذا آه بالضبط وطبعا التحرش الجنسي بيكون واحد من الأعراض اللي بتيجي تحت الأشياء الثانية ممكن يكون الطفل بردو عنده مخاوف عم بنسحب من الآخرين عم بنقس وزنه بشكل كبير فقد الشهية يعني أشياء تانية بيكون زي ما أنت حكيت تغير فجائي للطفل ما كان موجود هذا الإشي وفجأة تطور نعم رشا بدي أتشكرت شكرا جزيلا موضوع كتير مهم يعني شرحتين لنا عنه باستفاضة شكرا كتير أكيد شكرا أهلا يا رشا شرحتين